نذهب إلى الصفحة الثامنة والتسعين من الطبعة التي بين يديه وإلى خطبته المرقمة بالخطبة السابعة والتسعين ماذا يقول أمير المؤمنين يخاطب أصحابه يخاطب أصحابه العراقيين أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم من أتباع معاوية ومن غيرهم من أهل الضلال والكفر والشرك والنفاق من كل المجموعات أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم لماذا ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي هذا هو الذي يجري أصحاب الحق نيام كثيرون يتفقون مع هذا الذي يطرح في قناة القمر لكنهم ينكثئون على أنفسهم كثيرون يعرفون الحقيقة ويعرفون الهدى أين لكنهم حفاظا على مصالحهم وفي كثير من الأحيان مصالحهم لا تتضرر يخافون على بعض من العلاقات الاجتماعية يخافون على أمور تافهة أو أنهم لا يريدون أن يدخلوا أنفسهم في بعض المشاكل التي سيواجهونها حينما ينصرون الحق ويبطلون الباطل أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم تلك هي سنن الحياة الذي يكون جادا ومخلصا في عمله بغض النظر أكان على هدى أم كان على ضلال أكان على حق أم كان على باطل حينما يسعى الإنسان بكل قدرته مخلصا في عمله فإنه سيحقق النتيجة بشكل كامل أو أنه سيحقق جانبا كبيرا من النتيجة التي يريدها أما والذي نفسي بيده هذه قاعدة يضعها لنا أمير المؤمنين ما أنا قلت لكم إنني سأستعرض لكم قواعد المنطق العلوي ومفاهيم المنطق العلوي التي نحتاجها في الساحة التي يصطرع فيها الحق مع الباطل على جميع المستويات على مستوى العقل إن كان الاصطراع في العقل أو كان الاصطراع في القلب وفي المشاعر والأحاسيس أو كان الاصطراع في الجو القريب من الحياة الشخصية للإنسان في جو أسرته الصغيرة أو في جو أسرته الكبيرة أو في جو عشيرته التي هي أكبر من أسرته الكبيرة في الجو البعيد وفي الجو القريب على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي أو على سائر المستويات الأخرى التي قد تصل إلى المستوى الأمني إلى مستوى الخوف على النفس إلى بقية التفاصيل الأخرى أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسرائهم إلى باطل صاحبهم فلاحظوا الديخيين والصنميين كيف يدافعون عن مراجعهم وأنتم الذين تعرفون ثقافة أهل البيت لا تدافعون عنها كما يدافع أولئك أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسرائهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حق هذا قانون يشتغل في زمان أمير المؤمنين ويشتغل في زماننا هذا بل على طول الزمان ما دامت الدنيا إلى يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر